وفي أول اجتماع بعد ست سنوات التقى الحزبان الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين في كاركوك الزيارة التي وصفها الاتحاد الوطني بالترحيبية بعودة الديمقراطي تم التأكيد من خلالها على العمل سوياً لتشكيل الحكومة المحلية القادمة زيارة تبريك بمناسبة العودة إلى كاركوك عنوان الاجتماع الأول بين حزبي الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستانيين زيارة تزامنت مع استمرار المفاوضات بين الكتل السياسية لرسم ملامح الحكومة المحلية القادمة بكاركوك نحن نتعامل مع القوائم الكردية وأيضاً نتعامل مع القوائم العربية والتركمانية ما ممكن نحن في مدينة واحدة ما ممكن تهميش أي قائمة في كاركوك وهذا من صلب عملنا في كاركوك الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين خاض انتخابات مجالس المحافظات بكاركوك متفرقين لكن يبدو أن أبواب التحالف بينهما بات قاب قوسين أو أدنى مؤكدين على فتح أبواب الحوار مع جميع الأحزاب بكاركوك والهدف الرئيسي كما يبدو هو الظفر بمنصب المحافظ من طرفنا طرف اتحاد الوطني الكردستاني اعلننا عنه سابقاً بأننا سوف نبدأ بالحوارات الجدية مع جميع الأحزاب السياسية الموجودة الفائزة والغير الفائزة في المقاعد مقاعد خصوصاً القوام الكردية تحتاج ضرورة مدينة كاركوك إلى تكاتف وتفاهم جميع المكونات ومن ضمنها المكون الكردي غياب الديمقراطي الكردستاني سياسياً عن كاركوك مدة ستة سنوات أعادته انتخابات مجالس المحافظات إلى المشهد مجدداً رغم حصوله على مقعدين من مجموع 16 مقعداً في مجلس محافظة كاركوك لقناة دجلة محمد الصالح كاركوك ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة